ايه زيكم؟ يوم عن يوم بنكبر وفيه ناس بتاخد الكبر والتقدم في السن بشكل زي مثلا الدكتور محمد عبدالوهاب كان بيخاف قوي من الموت فيه ناس زيه كتير قوي بتخاف من الموت وتخاف من الشيخوخة حتى ده كمان خوف يعني من ضمن انواع الخوف الشيخوخة ان الناس تخاف انها تعجز وانا ابتديت الاحظ يوم عن يوم الاختلافات اللي حصلة في شكلي وجسمي التجعيد اللي ابتدت قلتلكم قبل كده رجلين الغراب وحاجات معينة مثلا وانا صغيرة شفافي كانت اكبر من كده ابتدت تنكمش وتتضاقل بشرتي نفسها التريان جسمي معدتش بخص كده زي الاول بسهولة لخبطة هورمونز حاجات كتيرة قوي 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 فكنت بتكلم مع صديقة من صديقاتي وقالتلي انتي ما بتخافيش من العجز ما هو ممكن وجوازاتنا يبصوا الناس تانية وولدنا خلاص يتعاملوا معنا ان احنا بقى الستات العواجيز وكلام دك وانتي ما بتخافيش فانا قلتلها لأ انا ما بخافش قلتلي ليه فقلتلها شوية اسباب فبعد ما رجعت البيت الكلام ده وكان من فترة قررت ان انا اكتب الاسباب اللي بتخليني ما خافش من التقدم في السن لقيتهم عشر اسباب اول سبب فيهم هو ان انا بقيت عارفة انا عاوزة ايه بالزبط وإحنا صغيرين بنبقى مش عارفين احنا عايزين ايه شوية عايزين نشتغل الشغلانة دي شوية تانية نلاقي شغلانة تانية تجذبنا اكتر فنروح الاتجاه ده ممكن مثلا في العلاقات الانسانية ألاقيني بحب هذا الشخص وبعد شوية لا فيه حد تاني وبعد شوية فيه حد تالت وبعد شوية طبعا الولاد على رأي محمد صبحي في المسرحية مين يفامح البيضة ولا السمرة الطويلة ولا القثيرة ولا مش عارف ايه بنبقى مش عارفين احنا عايزين ايه ممكن نعجب باي حد ممكن اي حد يلفت نظرنا في الكارير زي ما قلتلكم بنبقى مش عارفين اه مثلا اتخركت مهندسة مهندسة ميكانيكا طب هشتغل في الجودة ولا هشتغل في التصمية ولا هشتغل في الإدارة الهندسية ولا اشتغل في التصميم ولا ايه بالزبط في الحياة عمتا يا طرح انا عايز الفلوس ولا عايز الصحة ولا عايز السطر ولا عايز يبقى عندي حاجات كتير ولا عايز الف في الدنيا ولا عايز ولا عايز حاجات كتير اوي فاول حاجة بتخليني ان انا ما خافش من التقدم في العمر هو ان انا بقيت عارفة انا عايز ايه اه حددت اولوياتي خلاص فخلاص اخاف ليه النقطة التانية اللي بتخليني ما خافش من التقدم في العمر هو انا بقيت وثقة في نفسي جدا لان كل عقد النقص القديمة اللي واحنا صغيرين الخوف اللي كان بيملأ قلبنا واحنا صغيرين كل ده خلاص انا وثقة في نفسي لان انا عارفة قدراتي ايه انا عارفة اقدر اعمل ايه انا عارفة انا عاوزة ايه فده منعكس في ثقة شديدة اوي اوي في نفسي وفي امكانياتي وده بقى بيخلي تعاملاتي مع الاخرين كمان كلها ثقة انا عارفة انا بتكلم عن ايه انا عارفة انا بقول ايه خلاص انا وثقة في نفسي مش هيجي حد يهاجمني فيضعضع ويهز ثقتي في نفسي ابدا النقطة التالتة بقى والمهمة جدا انه ما بقاش فارق معايا كلام الناس واحنا صغيرين ايه ده الناس هيقولوا علينا ايه او مثلا نبقى نفسينا في حاجة معينة محدش حوالينا بيعملها ايه ده هيقولوا علينا ايه كلام الناس بقى ما بيفرقش بالنسبالي لان تاني انا بقيت عارفة نفسي اكتر وبقيت عارفة اولوياتي اكتر وزادت ثقتي في نفسي اكتر فكلام الناس ما بيهمنيش لما يقولوا دي تفكيرها متطرب دي تفكيرها شاطح دي تفكيرها مش عارف ايه منطمنا الحاجات مثلا انا واخد قرار من زمان قوي ان انا ملبسش اسود كنوع من الحداد البس اسود شياكة اه لكن ملبسش اسود حداد ممكن تلاقيني راح اعزي باسود بس فيه نقشة خفيفة بس فيه لمعة بس فيه something انا انا كده خلاص انا خدت القرار ده بيني وبين نفسي وليه اسبابي مش مضطر ان انا اقول للناس اللي حواليي ليه انا هذا القرار ربما فيه ناس ما تفهموش ربما فيه ناس تتدايق منه تقول ايه ده هي مش حزينة لا حزينة انا حزينة بس مش لازم البس اسود والكلام ده الحاجة التانية كمان مثلا ان انا في فترة من الفترات كنت فيجيتاريان كنت باكل اكل نباتي بس كل الحوالية خاصة بقى لما بقى في سفر وبعزومة عند ناس كنت بقول لهم قبل ما اروح انا الفترة دي نباتية يعني ايه نباتية يعني مش هاكل لا لحمة ولا فراخ ولا لبن ولا بيض ولا سمك ولا اي حاجة من الحاجات دي يا الله طب هنعملك ايه لو عزمتوني على فول وطعمية انا مبسوطة وده فيه ناس خديته حتى بالشكل الاكستريم ايه ده جاية عندنا انت جاية عندنا تعملي ريجيم لا انا مش جاية عندكم عامل ريجيم في الفترة دي انا كنت عيانة وكنت تعبانة جدا جدا لازم اقعد بقى احط يفطة على صدري يا جماعة انا عيانة ما ادرش اكل بروتينات حيوانية ما حدش له الحق انه يعرف ايه اسبابي ايه خلاص هي هو دي الشروط اللي انا حطتها هتعزموني عندكم يبقى لا لحمة ولا بيض ولا سمك ولا فراخ وهو ده واللي هتحطوه انا هاكله وانا مبسوطة فما بقاش كلام الناس يأثر فيها خالص النقطة الرابعة بقى هو التوازن لما كنت اصغر وكانت الاعباء كتير ما كنت كنت لسه بحاول احدد اولوياتي كنت لسه في مرحلة تجربة وخطأ لكن انا دلوقتي عارفة اولوياتي كويس فحطة التوازن بشتغل بس من غير مهلك نفسي وقع علاقتي مع جوزي بحاول اقويها علاقتي مع اولادي بحاول اقويها لو عندي وقت محدد مثلا ممكن اكلم شخص واحد في اليوم على التليفون بفكر مين اللي احق ان انا اكلمه وبكلم هذا الشخص قبل ما بفكر اكلم حد تاني ابسط حاجة في تنظيف البيت بحدد ايه اللي اهم من حاجات تانية فبالتالي بقدر اخلق هذا التوازن في حياتي اعمل الحاجات اللي تفيدني واهتم بالعلاقات المهمة واحس ان انا في هذا الاستقرار والراحة النفسية النقطة الخامسة هي قلة المسئوليات انا بستعجب قوي ان يبقى فيه حد في سني يعني عدة الاربعين خمسة واربعين ويشتكوا نفس الشكوى اللي بتشتكيها شابة زوجة صغيرة لسه في العشرينات ولسه عندها ببيهات لا خلينا نبقى صرحة كده كل ما بنجبر في السنة بتقل المسئوليات اكتر ما عدناش بنقعد نذاكر للولاد ما عدناش بنعمل حاجات معينة الاكل نفسه ما عدناش بنضيع وقت في تعلم اكلات جديد عشان احنا لسه خبرتنا صغيرة المسئوليات بتقل بس بتختلف المسئوليات الصغنانة الصغنانة اللي بحتاجة مجهود وجري وفحت وردم كلام ده في الشغل مثلا المسئوليات ما بقيتش مسئوليات صغار الموظفين لا احنا كبيرنا شوية بقينا بنركز على البعد الاستراتيجي اكتر بقينا ما بقيتش احلك نفسي مثلا في ان انا اشوف الويب سايت واشوف مش عارف ايه واشوف ايه واشوف ايه والاكاونتنج وكذا وكذا لا بعرف ادليجيت بعرف افوض ناس تانية لاداء مهام تانية فبقيت عارفة اللي لازم اعمله واللي لازم اعملوش ستة ان انا ما بقيتش اخاف قوي زي زمان الخضة ان يحصل مشكلة الحقو ايه مش عارف ايه بتاع بقى بهدوء هنعمل ايه هنعمل كذا عارف عارف عارفين المثل بيقولك يا ما دقت على الراستوبول يعني من كتر ما شفنا في الحياة من مشاكل ما عادش فيه حاجة جديدة فما بقيتش بجزع اقلق القلق اللي خليني اتحرك اخاف الخوف اللي يدفعني ان انا اصلح حاجة اعمل حاجة معينة بس مش الجزع مش الخضة معادش فيه خضة سابع حاجة بقى دي لطيفة قوي لان الناس بقيت بتطلب مني النصيحة والمشورة اكيد يعني لما يبقى فيه شاب فرق بيني وبينه عشرين سنة ففيه عشرين سنة خبرة اكيد عندي نصيحة اكيد عندي رؤية تانية اكيد هنبهوا الحاجة يمكن ما كانش شايفها السيدات والزوجات فيه احيانا الناس في سني في عمري ولسه بردو بتطلب مني النصيحة والمشورة لان اعتقد ان انا يعني عشان خليت نفسي قوية الملاحظة والاحظ وتعلم من الناس اللي حوالي انا مش لازم اقع في كل اخطاء عشان اتعلم من الاخطاء بتاعتي انا بس انا بقيت اتعلم من اخطاء الناس التانية وحاول اتجنبها وحاول احسن حياتي وعن تجربة اقول لكم فابتدت الناس تطلب مني النصيحة والمشورة ودي على قد ما هي مسئولية كبيرة جدا جدا لان بخاف اوي ان انا ادي نصيحة غلط او اشور على حد مشورة غلط ففي حاجات ببقى مترددة جدا ان انا ادي رأي وفي حاجات ابقى مترددة ان انا ادي فيها رأي سريع يعني في حاجات بمتنع ان انا ادي رأي فيها اصلا وفي حاجات باخد وقتي ان انا افكر وقرر وعشان لما ادي نصيحة اكون فكرت في جوانب كتيرة وفي امور تانية بدي اكتر من اكتر من اختيار عشان اكيد مهما كان اللي بيكلمني او اللي بعيدلي مش هيقولي على كل التفاصيل لانه ممكن هو نفسه ما يكون فبحاول ان يبقى فيه بدائل وحاجات نجرب ده يمكن ينفع يمكن ما ينفعش نجرب اسلوب تاني يمكن يمكن ما ينفع وهكذا لغاية ما الشخص نفسه هو يلاقي الحل وهو اللي يلاقي الاسلوب الامثل لي والحياة والظروف عشان يحل المشكلة اللي في حياته النقطة التامنة هي ان انا بقيت عبر عن افكاري بدون خوف وده يتربط برضو بالنقطة اللي هي ان انا بقيتش خاف من كلام الناس زمان كنا احيانا نخاف او انا كنت اخاف ان انا اعبر عن كل افكاري مع ان انا كنت دايما يعني جريئة في ان انا اقول انا شايف ان ده صح وشايف ان ده غلط وكلام دو لكن اعتقد ان انا ابتديت اعرف اعبر عن افكاري بشكل احسن التفكير المنظم خلاني احط الموضوع في نقاط اسأل الاسئلة الصح فبالتالي لما عبر عن افكاري انا ما بقيتش خايفة ان افكاري تأخذ على المحمل الخطأ وحتى لو اخذت على المحمل الخطأ فانا خلاص ما بقيتش خاف من كلام الناس وما بقاش يهمني كلام الناس انا الفكرة اللي بقولها دي فكرة خدتها ما خدتهاش انت حر دايقتك الفكرة دي يبقى المشكلة فيك انت مش فيه انا فبقيت اعبر عن افكاري وعن رأيي بحرية وبدون خوف تاسع نقطة هو انا ما بقيتش اقلق من حاجات كتير يعني زمان مثلا لو مثلا اتأخرت في حاجة معينة مش عارف ايه وقلق وابانيك وكان عندي عادة سيئة جدا جدا ان اي حد يبعط ايميل لازم ارد عليه في ساعتها تعلمت اخد وقتي ما هو اصل انا لو اتسرعت ورديت ممكن ارد غلط ممكن ارد بمعلومة نقصة ممكن ارد بشكل كان ممكن ارد بشكل احسن فابتديت ان انا يعني ما قلقش و ما تسرعش واخد وقتي واتناول الامور كده ببساطة شخص بعات لي ايميل انا شفت الساعة سبعة الصبح ايه المشكلة مادم حاجة مش ارجنت وابتدي تقيم ما بين الحاجة المهمة المستعجلة والحاجة المهمة الغير مستعجلة والحاجة الغير مهمة والحاجة اللي مش مستعجلة وابتدي اتعامل على هذا الاساس اخر نقطة هي نقطة الذكريات زمان لما كنت اسمع الكبار وهما بيحكوا عن حياتهم وعن ذكرياتهم كنت اقول ايه هما ايه اللي فاكرين ايه التفاصيل الغريبة اللي هما فاكرين ها ايه انا لقيت ان انا انا اللي بروح اخبط على باب الذكريات واقول افتح وديني فكرني انا كان شكل ايه كنت بلبس ايه كنت بعمل ايه ليه بقى لان الذكريات بتيجي بالمشاعر اللي احنا كنت نحسنها في هذا الوقت فانا دلوقتي لما بفكر في طفولتي بفكر في الزقططة اللي انا كنت فيها بفكر في الدحك بفكر في اللعبة بفكر في الالعاب بتاعتي اللي انا كنت بعملها انا تعلمت حب الهدوم من ايه اه ايوة صح ما انا كان عندي عرايس وبلبسها وبغير لها الهدوم بتاعتها وحط لها ده وعمل لها ده واجيب الالوان وحط لها روج وعمل لها رموش طويلة والكلام ده وعمل شعرها فحبيت حاجات معينة الكتب الكتب اللي انا قارتها زمان والحاجات دلوقتي بقيت افتكر في وفي حياتي فبرده اختلف الذكريات وطعم الذكريات بقيت ادور مثلا على الاكلات اللي بتعملها جدتي عشان استعيد المشاعر الحلوة اللي كانت في الفترة دي واحاول اخلق بعض الذكريات بيني وبين ولادي حتى لو هم مش فاكرينها دلوقتي حيفتكروها بعد ما انا اموت وبعد ما هم كبان يكبروا وينضجوا حيفتكروا دمامة كانت بتعمل لنا كذا دمامة كانت بتقول لنا كذا فالذكريات بقيت مختلفة تعاملي مع الذكريات بقى بشكل مختلف بقيت احب الذكريات احب افتكر اللي كان بيحصل احب افتكر المشاعر الحلوة اللي انا كنت بحسها واعيد ده خلقه بشكل معين يعني مثلا لون معين انا بحب افتكر انا امتى اول مرة لبست حاجة بهذا اللون او جبت حاجة بهذا اللون او حاجة دقتها او شخص معين اتكلم اتكلم معي وكنا بنقعد فين وبنشرب ايه وايه اللي كان حوالينا لدرجة ان انا كنت بفتكر مرة ان انا كنت قاعدة مع جوز عمتي وكانت عمتي عمللنا اسمه ايه عصير جوافة كان رائع وجميل وسائع وطعم وحلو قوي اه ارتبط دلوقتي انا ربط عصير الجوافة بذكرة حلوة مع جوز عمتي بدل معي ان انا فقدته لا افتكر الايام الحلوة اللي انا كنت فيها معايا ازاي بقى انا اخلق مع الناس اللي انا بحبها حوالي ذكريات يفتكروني بيها بعد سنين وسنين دول العشر نقاط اللي انا توصلت ليهم ليه انا ما بخافش من التقدم في العمر وليه باخد هذه المرحلة مش بتنشنة وحزن وخوف زي ناس تانية لو عندكم فكرة تانية اقولوا هالي لو انت عديتوا مراحل لو انت اكبر مني او في نفس مرحلتي او حتى اصغر مني قلولي يعني ايه التقدم في العمر بالنسبة لكم يعني ايه اشوف كل فيديو اشتركوا في القناة